بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب التوحيد من إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدفس التاسع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد هذا الكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس وقف بنا الدرس عند باب قوله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين توكل هو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وهو نوع من أنواع العبادة لا يجوز التوكل على غير الله عز وجل ولكن التوكيل أو تفويض التصرف إلى بعض الناس لا ما سبه هذا يقال له توكيل تفويض ولا يقال له توكل وقوله على الله فتوكلوا تقديم الجار والمجرور ويسمى بالمعمول على العامل المتعلق به وهو توكلوا يفيد الحصر فهذا من أساليب الحصر فقوله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا أي فوضوا أموركم إليه لا إلى غيره نعم قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني خافت وجلت قلوبهم يعني خافت عند ذكره سبحانه خوفا منه وإجلالا له تعظيما له سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم فهذا حصر في صفات المؤمنين أنها والتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي هو نوع من أنواع العبادة بل هو أعظمه وعلى الله أي لا على غيره فتوكلوا أي فوضوا أموركم إليه سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين ودل على أن من توكل على غير الله وفوض أموره إلى غير الله من قبر أو حجر أو شجر أو مخلوق أن ذلك يتنافى مع الإيمان مع الإيمان بالله عز وجل نعم وقال تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي هذا خطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حسبك الله أي كافيك الحسب معناه الكافي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو حسب وحسب أتباعك من المؤمنين وجل على أن التوكل على الله جل وعلا من أنواع الإيمان وأن من توكل على غيره فليس بمؤمن كالذين يتوكلون على المخلوقين وعلى الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وإذلك نعم وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فالحسب هو الكافي وهذا فيه فضل التوكل على الله عز وجل وأن من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكله الله إلى ذلك المتوكل عليه من المخلوقين وهو ضعيف لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره وفيه إخلاص التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا رواه البخاري والنسائي هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لما أوقدوا له النار العظيمة ووضعوه في المنجنيق لا يقربونها من شدة حرها ووضعوه في المنجنيق عليه الصلاة والسلام ليقرفوه في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله جل وعلا لهذه النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تضره هذه النار لأن الله أمرها أن تكون بردا وسلاما لم يقتصر على أن تكون بردا لو اقتصر على أن تكون بردا مات من شدة البرد ولكنه قال وسلاما على إبراهيم هذا نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى تفويض الأمور إليه يروى أن جبريل عليه السلام عرض له وهو في الهواء لما قذف من جنيق عرض له قال ألك حاجة قال أما إليك فلأ وأما إلى الله فبلأ وهذا من عظم الإخلاص وجبريل عليه السلام شديد القوة قادر على أن يأخذ هذه النار ويبعدها عن إبراهيم عليه السلام وأن يطفئها ولكن قوة التوكل على الله جعلت إبراهيم يقول هذه الكلمة العظيم ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وذلك بعد وقعة أحد التي استشهد فيها كثير من المسلمين وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ناله منها ما نالوا من كسر رباعيته وشجه صلى الله عليه وسلم على وجنته حتى سال منه الدم عليه الصلاة والسلام وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فرد الله كيد الكفار لما انصرف الكفار إلى مكة قالوا ما فعلنا شيئا لو رجعنا عليهم فاستكملناهم يعنون الصحابة يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقول له إن راجعون إليكم فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حضروا الوقعة وفيهم الجراح أمرهم بالخروج فخرجوا للقاء المشركين خرجوا للقاء المشركين على ما فيهم من القرح ومن الإصابات خرجوا إلى موضع يسمى حمراء الأسد ولما بلغ المشركين خروج المسلمين أصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة أصابهم الرعب فكفهم الله عن المسلمين وذهبوا إلى مكة خائبين والحمد لله قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لا يهمنا الناس الله كافينا سبحانه وتعالى والله غالب على أمره لا يغلب ومن كفاه الله فلا أحد يستطيع أن يضره بشيء هذا من قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى ولكن مع بذل السبب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبتصر على التوكل على الله جلس في المدينة بل خرج خرج للقاء المشركين فجمع بين التوكل على الله مع بذل السبب فرد الله المشركين لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتاب نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم مسائل عديدة الأولى من هذه المسائل بأن التوكل من الفرائض نعم لأن الله جل وعلا حصره عليه فقال وعلى الله فتوكل فدل على أن هذا من الفرائض لأنه نوع من أنواع العبادة بل هو أعظم أنواع العبادة نعم المسألة الثانية أنه من شروط الإيمان نعم أن التوكل من شروط الإيمان لأن الله قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وهذا شرط إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله سبحانه فدل على أن الذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن نعم الثالث تفسير آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نعم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون هذا حصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذه من صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وهذه واحدة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الثالثة وهي عظيمة وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون نعم خامسة تفسير آية الطلاق في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه ولا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراء نعم الأخيرة من المسائل في هذا الباب نختم بها هذا الباب أيضا عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد عظم هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل وأنها تقال في الشدائد لأن إبراهيم قالها حينما ألقي في النار ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوها لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا لا يهمون الناس واجتماعهم علينا لأننا متوكلون على الله عز وجل ونحن بذلنا على السبب الذي نقدر عليه وهو الخروج لتلقي المشركين فلا يهمنا تهديد الناس ما دمنا متوكلين على الله مفوضين أمورنا إلى الله فكان ما تأملوه أو ما أملوه بربهم سبحانه وهو أنه كف عنهم هذا العدو ورجعوا فانقلبوا بنعمة من الله هذا النتيجة وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان خوفوا أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين شكر الله لكم شيخ صالح على ما بينتم لنا في هذه الدروس المهمة التي يتابعها كثير من الإخوة والأخوات في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية رفع الله ذكركم وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء تابعونا في الدروس القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته